اشتركوا في القناة وذلك تقديرا لجهودها القيمة في مجال تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين واليابان من خلال مد الجسور الثقافية وتنشيط المشاريع المشاركة التي تسهم في تقوية التقارب والتواصل الإنساني بين البلدين الصديقين وأشادت قرينة العاهل بمسيرة عطاء معالي الشيخمي الثرية بالإنجاز وما تبدله من جهود واضحة تسهم في إثراء النشاط الثقافي في مملكة البحرين وفي التعريف بمخزون ما تملك من مقومات معرفية وفكرية ومن ثروة تراثية عريقة نعتز بها جميعا أشد الاعتزازة وفي الختام كررت سموها حفظها الله التهني بهذا التقدير رفيع المستوى مع خالص تمنياتها لمعالي الشيخمي المزيد من التوفيق والنجاح على طريق خدمة بلادنا الغالية الفخورة بإنجازات أهلها الكرام